تشهد السجون العراقية منذ السنين تعذيباً نفسياً وجسدياً حيث يتفنن السجانون في إذلال المعتقلين وتعنيفهم واستغياب أبسط الحقوق لهؤلاء الضحايا الذين اعتقلوا بوشاية المخبر السري أو باعتقالات عشوائية أو على خلفية طائفية وفق ما أكدته تقارير حقوقية وشهادات الضحايا الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 كرس منهج التعذيب في السجون العراقية وكرس معه مسألة الإفلات من العقاب وهو مسؤول عن جميع ما نتج عن هذه الانتهاكات بحق العراقيين بحسب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب فيما رافقت حملات ما يسمى بتدابير مكافحة الإرهاب العديد من الانتهاكات بحق المدنيين حيث قامت الأجهزة الأمنية والميليشيات المدعومة من إيران باعتقال الكثير من المدنيين تعسفاً فضلاً عن تعذيب المعتقلين بدءاً من لحظة الاعتقال وحتى المحاكمة ورفقت هذه التدابير عمليات قتل خارج القانون بسبب التعذيب الممنهج ضدهم فبحسب المرصد العراقي لحقوق الإنسان فإن ثمة اعتقالات وحالات إعدام لأشخاص انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب مع إفلات الجناة الحقيقيين من العقاب من جانبها أكدت وزارة العدل الحالية أن طاقتها الاستيعابية للسجناء تجاوزت الثلاثة مئة بالمئة وسط معاناة إنسانية كبيرة في الوقت الذي تتلقى فيه مكاتب منظمات حقوق الإنسان آلاف الشكاوى من سجناء يطالبون بإعادة التحقيق في قضاياهم واستخلافات سياسية تحول حتى الآن دون إقرار البرلمان لقانون العفو العام مراقبون أكدوا أن قوى الإطار التنسيقي والميليشيات التابعة له تسعى لمنع إقرار قانون العفو العام فيما أشار نواب عن الإطار أنهم لن يسمحوا بتمرير قانون العفو العام بينما تواصل القوات الحكومية وميليشياتها شن حملات الدهم والتفتيش في محافظات نينوى وديالة صلاح الدين الأنبار وكاركوك ومناطق متفرقة من بغداد تتخللها اعتقالات عشوائية وانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان يعد ملف المعتقلين في العراق من الملفات المعقدة في ظل غياب إحصائية رسمية لعددهم لكن أرقاما متضاربة تفيد بوجود عشرات الآلاف من المعتقلين يتوزعون على سجون وزارة العدل والداخلية والدفاع بالإضافة إلى سجون تابعة لأجهزة أمنية مثل جهاز الاستخبارات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وميليشيا الحجد وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد وتضم الآلاف من المعتقلين ترجمة نانسي قنقر